الأوروبية والخليجية والبداية بعوار ياميدو الذي انتصر أمس على رفقاء رياض محرز بنتيجة هدف مقابل سفر في الدورية السعودي الاتحاد غلب الأهلي نعم الاتحاد 24 نقطة من أصل 27 نظيمة واحدة في تسعى مباريات بالنسبة لنادي الاتحاد السعودي هذا الموسم يقدم موسم رائع جدا تحت إيمارة لورون بلون وكذلك وجود بنزيمة عوار وبقية لعبين آخرين نادي الأهلي السعودي يبقى يعاني منذ بداية هذا الموسم مستوى رياض محرز أمس تقريبا وفيه لمستوى منذ بداية هذا الموسم في الدورة السعودي تبقى عالم تستفهم كبرى وفيه لمستوى سيئ سيئ نعم ولو أنه قبل المباردة كان فاس بجائزة أجمل هدف عن الجولة تامنا يسجلوا بالكروشياتك وقد فابر الجريم نعم لذلك جديد من سيئ لأنه جدا وفيه لدفعات المستوى الآن باعدة كل بطر اليوم نشوفو ما يروحش للديول مع المدفع يقرب من جي الكورة عاود يرجع الكورة من جاتو ويقعد ويقعد حابس تكون بعيدا بدنيا على مستوى ما تكون عندك المهارة الفنية فهذا المستوى ما تقدرش تتغامر لأنه بدنيا رك ناقص تخاف ما تكونش عندك لاري يوسي تعلي جاس تكنيك التواك على بك بلي تقدر دير كروشي كما آخر مباراة مع المنتخب الوطني الجزائري شفنا جاي دير كروشي رحلوا رحلوا البالون علش لأنه تكنيا بدنيا عفوا ما روش مليح رو بعيد جدا حتى في الصورة عاود كوني عاود يعطي لنا الصورة اللي يعطاولوا فيها الجائزة أحسن هدف شوف شوف وجه شوف حناكو شوف مليح شوف شفت وانا واش ما نش نفهم لانا واش ما نش نفهم ارو يتدرب مع الفارق؟ كيف مالك ميدول لجين دوفي؟ بلك الماكلة تاعوا بلك النوم تاعوا بلك مخرج شاليه الماناقته السعودية مخرج شاليه بعد ما كان حياتو كجوزة في أوروبا ما والف ش ولو انو هذا مش سبب مسك لأدلة كتيرة كريستيانو رونالدو حياتو كجوزة في أوروبا ويلعب ويلعب ويلسجل ويلعبوا محافظة اللياقة البدنية اتاعوا نقوله كانتي كيف كيف بني زيمة كيف كيف عوار كيف كيف غير محرز ليروحها لا خاصة نشوف أنه تشبع بعدما أخذ تقريبا كل ألقاب ممكنة على مستوى الأندية واخذ لقب كأس إفريقيا وهو أقصى ما يمكن أن يناله مع المنتخب الوطني الجزائري إضافة إلى المشاركة في كأس العالم اللي سبق له شارك في 2014 وكان واحد من بين العناصر التي ساهمت في تأهل تاريخي إلى الدور الثاني كلاعب فرديا جوائز فردية تقريبا أخذ كل الجوائز الفردية الممكنة لحقحتوي النافس في العشر الأوائل في وقت الوحوش نهار كانوا ديناصورات كان ميسي كان كريستيانو رونالدو كان تشافي وإنيستا وبوسكاتس كانوا غير النجوم قدر يلحق يدخل في القائمة تعالى العشر الأوائل فرنس فوتبول رغم ذلك قلت لك أنه الآن نحس أنه الحق لهذه الدرجة على التشبع ولو أنه كان دار تصريح قال أني مدى بيا ناخد منتخب بلادي إلى كأس العالم المشكل ما نانحة بن شابير وحب يأخذ الجزائر لكأس العالم ما كاش واحد ما وش حب يأخذ بلادو الكأس العالم صح أسك تقدر تأخذ الجزائر لكأس العالم وأسك الجزائر بلاديك تقدر تروح لكأس العالم هذا سؤال لازم يطرح علش نها ضروف الوضعية الحالية تارياض محرز أسك الرياض محرز الآن وجوده مع المنتخب الوطني الجزائري رح يساهم باش يروح للمنتخب الوطني الجزائري لكأس العالم ولا رح يأثر علينا شفناه في آخر مباراتين أعطاله الفرصة ولعبه كأساسي بيتكوفيتش مش فينا ولا شيء من رياض محرز مع المنتخب الوطني الجزائري للأسف هذه هي كورة القادم الآن اللاعب تقدم في السن بدل بوضوة أخذ كل ألقاب ممكنة جماعيا وفرديا الآن أنا أشوف أنه خلاص ما عندوش ما بقالوش وش يزيد يقدم مع المنتخب الوطني الجزائري وتبقى في كورة القادم كل شيء ممكن وكل شيء وارد يقدر يعود يولي المستوى قاسي ساعد هذا هو السؤال هل محرز قادر أن يأخذ المنتخب الجزائري إلى كأس العالم أم أن المنتخب هو الذي سيأخذ محرز إلى كأس العالم كنوع من رد الجميل هل محرز قادر أن يأخذ المنتخب الوطني إلى كأس العالم أم أنه المنتخب هو الذي سيأخذ محرز إلى كأس العالم ليس لمستواه العالي ولكن كنوع من أنواع رد الجميل لا نوع من أنواع رد الجميل لا محمد لا لا لازمش ندير الغلاطات هدوما إنسان اللي عنده مكنته مرحبا به اللي ما عندوش ما نديرش أن نرد الجميل هالمحرز قادر يأخذ المنتخب الوطني لكاس العالم بهذا اللعب لو يلعب فيه ما هوش قادر محمد ما هوش قادر حتى يلتحق بالمنتخب الوطني لأن اليوم لازم نحاوسوا نحاوسوا حاجة أخرى تحفيز لي قادر يتحفز محرز شكو لي قادر يحفز محرز اليوم كاس العالم إذا ما حفزك كاس العالم خطرنا شوف تريقات تلعب بها محمد لا يمكن من المستحيل يقدر يلعب المنتخب الوطني ميدو محرز أمام الأندية السعودية الكبرى هذا الموسم أمام النصر صفر هدف وصفر تمرير حاسمة أمام الهلال صفر هدف وصفر تمرير حاسمة وأمام الاتحاد صفر هدف وصفر تمرير حاسمة والأدهى والأمر أنه في كل هذه المباريات الثلاثة صفر مراوعة تم المباريات هدف واحد فقط يعني هنا الاستاتيستيك شي قولك مدوية لا تكذب يعني يمكن أن تتفاهم أن رياض محرز يريد أن يحظى بعقد مادي كبير بالانتقال من إنجلترا إلى السعودية ولكن لا يمكنك أن تتفاهم بأن رياض محرز وكأنه وضع بداخل رأسه بأن الانتقال من إنجلترا إلى السعودية هو اعتزال مبكر أو شبه اعتزال محرز ليس أفضل من كريسيانو رونالدو رونالدو جاء إلى السعودية فشاهدنا رونالدو آخر شاهدنا رونالدو يسجل يراوغ يمرر يبكي عندما يخسر يجري وراء الانتصارات يلهث وراء الحكام يصرخ على زملائه يعاتب مدربة تحس بأنه لاعب مازال عنده الشغف لما نتحدث الآن عن غياب الشغف عند رياض محرز فهذه هي حجة ضعيفة حجة غير مقنعة البتع رياض محرز أقل سنا من كريسيانو رونالدو وبإمكانه تقديم المزيد لماذا يظهر بهذا المستوى الكارثي منذ بداية هذا الموسم ولم يتحسن مستوى رغم أن الانتظار قد طال لأنه تحسن أنه حتى ربما ما ندخلوش في الحياة الشخصية اللعب لكن أعتقد بأنه حتى طايلور حرمه ونتعيش معه في سعودية رفقة ابنته تعيش في إنجلترا تتخمام هذا البعد اللي أصبح بين اللاعب وعائلته خاصة يعني ربما أثر عليهم من الجانب المعنوي أنه صعب وكانه مغترب في سعودية يعني تعود على الأجواء الأوروبية عائلته وكل شيء بعد ذلك انفصل عن الجميع للذهب إلى قارة أخرى ربما ما تأقلمش في الدولة السعودية وأجواء السعودية مثل ما صرح في بحر هذه الأسبوع هذا اللاعبين السابقين أعتقد بأنه نوردين قريشي قال بأنه ولا أحد في مكان محرز كان سيرفض العرض السعودي من ناحية المالية لأنه ماشاء الله يعني راتب كبير ربما ما سيأخذه في حتى لو توقفت رحلة هذا الموسم في موسمين وربما بعشر سنوات في مونشيستر سيتي لذلك كان من كيف لاح أنك تأخذ الأمور وتحافظ على مستوك ميدو؟ بتدخل ديرها شوال خلاصة لترى تنتيسيبي هل يفكر الأهلي في التخلص من رياض محرز؟ خاصة بعد تعالي بعض أصوات الجماهير التي تطالب برحلة؟ لا الجماعة تطالب بتحسين مستوى لا أحد يشك في مستوى محرز الحقيقي لكن الجماعة